إذن مشاهدين الكرام الحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف مدير إدارة الصناديق العقارية بشركة بلوم الأستاذ فادي الخلف أهلا وسهلا فيك مساء الخير أستاذ فادي أهلا وسهلا فيك يعني لا يوجد ملف نناقش أو نبدأ النقاش فيه إلا مع كورونا يعني مدى تضرر هذا القطاع العقاري بسبب فيروس كورونا وانعكاس أيضا الفيروس على العمليات التشغيلية له حاليا صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أولا صحيح حتى تكون كورونا هي محورة حديث ساعة في أين ما حلت يعني هذا الجائح حمان الله وإياكم نمتستني ميدانا أو قطاعا من آثار بالغالب الآن الآثار الشبية بما فيها القطاع العقاري طبعا يذكر أنه بعض القطاعات تأثرت بشكل أقل أو ربما بشكل إيجابي مثل ربما الصحة أو التجارة الإلكترونية أو ما شاء ولكن في العامين كما ذكرت تذكرين ومن كان هناك أثر سلبي على مختلف التطاعات إذا حدنا نستعرض ما مر بالسوق العقاري السعودي خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية ما قبل كورونا يعني وكورونا طبعا كتل أستاذ صالح في اللقاء السابق لن يكون هناك أي شريء لتنبؤ بها يعني دائحة من الأحوال في الأربع أو خمس سنوات الماضية مروا القطاع العقاري السعودي لأوقات عصيبة نسبية في الفترة ما بين 2015 حتى 2018 كانت هناك عديد من القرارات أثرت على أداء القطاع العقاري خصوصا مثلا قرار فوق غسوم الأراضي البيضاء أثرت بشكل منوس على القطاع السكني وعلى قطاع الأراضي قواني السكنية أو الأراضي الخام بنهاية 2018 حتى نلخص ما كان في الفترة هذه السنوات كان هناك نوع من الرقود والانشفاظ المنوس بنهاية 2018 بدأ يتحسن السلوطي كما نحن المشاريع اللي تنظيف لمشاريع السكنية لاحظنا هذا الشيء بشكل واضح خصوصا في الجزء السكني دخلت مرحلة بداية الاندعاش حقيقة المضعومة كما ذكر التقرير المجموع من العوامل من ضمن هداء المزارك الإسكان في المقام الأول كان هناك أكثر كبير بتنشيط السوق العقاري مشاريع وزار الإسكان في مصدرات المناطق في المنطقة أيضا إضافة إلى ذلك دعم صندوق الثانية العقارية بأكثر من 100 ألف مستفيق إلى 2019 دعم العسكريين تغسع البنوك في الكروب السكنية إضافة إلى ذلك ستعمل تراكم الطلب السكني لأنه الطلب على الإسكان المطبيعي ولكن لا يدمحل نعم أستاذ فادي ودنا يعني نتحدث بشكل أكبر لكن أيضا لضيق الوقت نشكرك على هذه المداخلة حول طبعا القطاع العقاري في جائحة كورونا شكرا لما قدمت من معلومات شكرا لك وأهلا وسهلا فيك